وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية خصصت بحثاً تفصيلياً للدخول في تفاصيل الاجتماع الموسع الذي جمع بين زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر ومسؤولية الإطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف الفاتح هادي العامري وتحت عنوان زينه المركز بالورود التي قطفها الصدر رغم كثرة الأشواك لأجل العراق والعراقيين ظهرت ركاز التي صنعها زعيم الكتلة الأكبر بما قدمه من رؤية سياسية واضحة لإنتاج عمل سياسي ناضج بنى الصدر لبنات رئيسية لقيادة الدولة العراقية وإعادة هيبتها بالاعتماد على المبدأ الأساسي في البناء الحقيقي المواطنة تلك الغايبة في الحياة السياسية في الواقع العملي حكومة أغلبية وطنية ينتجها الصدر في مطبخ القرار السياسي تمهيدا لحماية مؤسسات الدولة دون تأثير جانبي من أحزاب أو تشكيلات سياسية قد تعرقل رسم معالم الحكومة القادمة والهدف من هذا كله أن تقدم الحكومة الجديدة حلا جذريا للفساد بمكافحته ومحاسبة الفاسدين وقد ترك الرجل السياسي المحنك طريق التعبير عن الرأي بمعارضة وطنية عن طريق سياقات الدستور بأن تكون المعارضة طريقا لمن يرغب داخل مجلس النواب الجديد لم يكن لقاء مقتدى الصدر بقيادة الإطار التنسيقي مجرد اجتماع عابر بل تكرس أن يكون درسا سياسيا حين زهد بالعمل السياسي كمقترح للعملية السياسية وصناعها رغم أغلبيته في نتاج الانتخابات على أن يكون أنموذجا في المعارضة الوطنية أما الفكرة النيرة التي أراد لها أن تكون هو ما قدمه من رؤية لأن يعود العراق لمكانته العربية والعالمية وتاريخ عراقته في الصناعة والصحة والتعليم مستعيدا مكانته رغم الأشواك